السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعاء 21 أب أغسطس القمر اليوم موجود في برج الحوت في ساعات من عند قرابة تقريبا مساء المتأخرة بانتقل القمر وبصير في برج الحمل ولكن اليوم التركيز رح يكون على الحوت طبعا الانتقال رح يكون من الحوت للحمل الساعة 11 مساءا مساء اليوم الأربعاء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها للحمل ورح يضل موجود في برج الحمل الساعة 11 و59 دقيقة من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والإلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يضل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 22 و22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا ورأوا منزلة الرشا هي آخر منزلة بالخارطة الفلكية وهي موجودة في برج الحوت وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يضل القمر موجود فيها لحين انتقال القمر من الحوت للحمل الساعة 11 مساءا بتوقيت جرينيج من مساء اليوم الأربعاء لا ينتقل بعدها لمنزلة الشرطين وهي أول منزلة في برج الحمل وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان للعمليات الصغرى تقليم الأظافر وأيضا لا قص الشعر القمر اليوم بما أنه موجود في برج الحوت أغلب اليوم ما رح نذكر الانتقال لأنه في حلقة الغد رح نذكر الانتقال لأنه في ساعات متأخرة في ساعة 11 بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الأردن إحنا بنحكي تقريبا تنتين فجرا يعني من فجر اليوم القادم القمر بما أنه موجود في برج الحوت معناته اليوم بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهم مهيما في هذا الوقت ومنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين ومنشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة باتخاذ قرارات والبعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين ممكن يعانوا من مشاكل في الحب ويديروا ظهورهم ويدرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل هذا اليوم ممكن لبعض الأشخاص أنهم يبدأوا بعلاقة حب جديدة يمكننا التعمل والصلاة للمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر الرسم التصوير وزيارة المرضى شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عندنا مجموعة كبيرة من الزوايا الفلكية وعندنا أحداث يعني رح تعمل أشياء بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض الشجاعة اللازم لمواجهة مشاكلهم كبيل جولة الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 3 وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر من يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقترحات غير منطقية يجب أن نكون متأقضين في نافقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 6 وتلاثة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية ذي بيتجه للتنفيذ من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميننا للفوضى والتقلب وبتكون عندنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 8 و33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وتدفعنا لأقصى الحدود السلبي وبتسبب لنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة وهذا التحول مضر جدا وخصوصا للصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية راح تكون الساعة ستة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش متعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وبتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وأيضا ممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية راح تكون الساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فنو اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلها بذلك الفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للمسرح والروحانيات بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي راح يبدأ الساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش راح ينتهي الساعة احداش مساء بتوقيت جرينتش طبعا هذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة احداش مساء بتوقيت جرينتش القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج الحمل طبعا ما راح نذكره بنذكره في حلقة يوم الغد بعد الانتقال مباشرة في عنا زاوية وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة 11 وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش متعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وابتدفعناها للإبداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المسكن للألام عشان هيكم نشعر بالألام أكثر من المعتاد والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم نشعر بالأرق والقلق وقلة النوم والوسواس أيضا بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل اليوم لإجراء العمليات الجراحية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الحمل خلو المسار القادم بيكون ساعة 12.44 دقيقة من بعد ظهر يوم الجمعة وبيستمر حتى تمام الساعة 11.59 دقيقة مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحصار المكتمل عمره 17 يوم الساعة 35.33 دقيقة بعد العصر نبدأ باليوم الثمنتعش نسبة الإضاءة 93% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22.08 سعيد بنسبة 30% القمر في الحوت ورح ينتقل للحمل في ساعات المساء المتأخرة ورح يظل في الحمل ليوم 23.08 طبعا هو منتحس الآن بنسبة 100% ولكن ساعات الفجر بيصير منتحس ب140% وهاي من الأمور النادر الوصول لإلها بالحساب الفلكي لأن القمر رح يشكل مجموعة زوايا كبيرة كلها سلبية خصوصا من ساعات الفجر الأولى ورح يستمر بنحاسه ب140% لغاية ساعات الصباح يعني قبل الظهر بشوي بيصير منتحس بنسبة 125% ساعات العصر بيصير منتحس بنسبة 100% ساعات المساء عند المغرب بيصير منتحس بنسبة 60% ساعات المساء المتأخرة اللي هي قرابة منتصف الليل بيصير منتحس بنسبة 40% إذن كل الأعمال الضرورية والمهمة والقرارات والاستفزازات وأي شيء عندك من ساعات الفجر وبتستمر لغاية ساعات العصر حاول ما تبادر بأي شيء عطارد في الأسد بيتراجع حتى يوم 28 منتحس بنسبة 25% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 منتحس بنسبة 60% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% ساعات المساء عند المغرب تقريبا منتحس بنسبة 10% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيسيطر عليكم التعب لليوم الثاني عن التوالي لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء المتأخرة لشوية تحسوا أو بداية موليد برج الحمل هم اللي بيشعروا بنوع من أنواع التحسن ولكن الباقي بدهم ينتظروا ليوم الغد اللي يعني ممكن تشعر بأعراض غير اعتيادية يجب توجه للفحص والعلاج إذا شعرت بشيء غير اعتيادي قد قس كافي من الراحة تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوز مخاوف ما إلهاي أساس ولكن حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم تنشطوا اجتماعياً وتسعدوا من اللقاء للأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة بسودها التقدير والثقة المتبادلة ولكن ممكن يخذوا لك أحد الأصدقاء أو يصير خلاف ما بينك وبينهم ضبط الأعصاب مطلوب برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبإمكانك أيضاً تعزيز العلاقة مع المسؤولين وبتحظى بالشعبية وبتكون كل أعمالك يعني فيها نوع من أنواع السهولة ولكن حاول أنك ما تجازف ما تغامر ما تخال في القوانين وما تتخذ قرارات مرتجلة عشان تقدر تحقق نجاح شخصي برج السرطان من نسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتكونوا أكثر صبراً ووعياً على طرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن بتشعروا بقوة العاطفة عندكوا أحلام بالسفر أو القيام بمشاريع كبيرة أو دراسة ولكن اللي عنده امتحانة ومقابلة اليوم ما يعتمد على الحضوض واللي عنده سفر بده يتفقد أمتعته أو راقه بشكل جيد وضبط الأعصاب وأيضاً خلي كلامك واضح لما تتحدث مع الآخرين برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشغله اليوم في إعادة تنظيم أمركم المالية المشترك المال اللي معك شريك فيه وبنك ضريبة تامين زوج زوجي حي أموال مشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة وها أيضاً هذا اليوم لا يصلح للمغامرات المالية نهائياً بتزيد اهتماماتك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء مشجعة اليوم لا تقارب ولكن كثير من الأشخاص اليوم بيكون في خلاف ما بينهم وبين زوجاتهم أو أزواجهم أو صوتفهم ضبط العصاب مطلوب جداً أثناء الحوار أو النقاش أو الأعمال المشتركة فعشان هيك اليوم غير صالح لأي مواجهة أو أي استفزاز أو أي عصبية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيتراكم العمل لديكم اليوم أكثر من المعتاد ولكن أهم شيء أن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا جدوى الغذاءكم خذوا قصد كافي من الراحة ممكن تجد سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية ولكن صحتك بحاجة للانتباه وأيضاً أعمالك بحاجة للتدقيق بكل ورقة أو أي عمل بتتممه واحذر من الإصابات أيضاً وإذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتشعروا بقوة الحظ العاطفة والمال ولكن ما تبالغوا كثير بحضوظكم لأنه اليوم القمر زي ما حكينا بيصنع خلاف ما بينك وبين الأحبة سوء تفاهم بتشعر كأنه أنت مضغوط من شيء أنت ما بتعرف إيش هو وبرضو ممكن يعني كون في عندك ضغط نفسي فتيجي العصبية في الأحبة هاي فترة تقوى فيها العلاقات العاطفية وفي نوع من أنواع البهجة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بما يتعلق بالبيت أو العائلة أو مناسبة أو حدث معين وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن حاول قدر الإمكان تبعد عن الخلافات والنزاعات العائلية لأنه هاي الفترة لا تصلح للمشاكل ممكن تظهر بعض الأعطال أو حدث عائلي شوي يخليك متوتر أو قلق أو عصبي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن أو بين المدن خوفا من الحوادث أو المخالفات علاقاتك اليومية يعني ممكن تكون ممتعة شوي ولكن مزاجك عصبيتك ردات فعلك السلبية ممكن تعطل عليك كثير من الأمور حاول أنه يكون كلامك واضح مش مبهم عشان ما تنفهم بشكل خاطئ وبتستفيد في علاقاتك مع محيطك واللي عنده امتحانة ومقابلة ما يعتمد كثير على الحظوظ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيحمل لكم اليوم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات المتصاعدة هذا اليوم لا يصلح للمجازفات المالية والمغامرات المالية والمشتريات اللي ما إلها داعي برضو احذر من النصابين والمحتالين أهم إشيء أي شيء يتعلق بالمال اليوم حطه على الجنب ما تطلع عليه رغم أنه فيه البعض ممكن يحصل بعض المكاسب ولكن المغامرة فيها مخاسر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة أنت اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ممكن تكون اليوم فيه نوع من أنواع الهدوء السكيني والطمأنيني على المستوى النفسي ولكن فيه لحظات رح تفقد أعصابك ضبط الأعصاب مطلوب اليوم وحاول تخلي ثقتك بنفسك عالي جدا وما تردخل الضغوط والوساوس أيضا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء